تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حقب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 687 قضايا تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 278 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي الاستيلاء على السلع المدعومة والبيع بأسعار الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 23 طن وفي مجال عدم توريد أرز الشعير والحجب والبيع بأسعار الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 224 طن وفي مجالي الحجب والبيع بأسعار المواد البناء تم ضبط 30 طن أسمنت وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 446 قضية من بينها 159 قضية خبز ناقص الوزن و160 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 11 قضية بمضبوطات بلغة 141 طن